تجسد الانتخابات الرئاسية الأفغانية آمال المواطنين في انتقال بلدهم من حالة عدم الاستقرار إلى طريق التقدم آمال يعكسها إقبال الشباب على ممارسة الرياضة التي كانت محذورة أبانا حكم حركة طالبان اسمي حبيب الله أدرس في الصف الحادي عشر وأبلغ من العمر سبعة عشر عاما أتدرب على رياضة المصارع هنا أسعى إلى التطور في الرياضة بهدف الفوز بميدالية أولمبية دولية من أجل تشريف بلادي المحاولات الشبابية للارتقاء بالرياضة لا تزال تواجه مشكلات نقص الإمكانات والبنى التحتية كما يقول موفد قناة يورنيوز إلى أفغانستان مصطفى باغ رغم عدم كفاية البنى التحتية ومحدودية المرافق الشباب الأفغان يسعون لتطوير قدراتهم في الملاب ويعملون جاهدين لفوز بلدهم بميدالية أولمبية في العاصمة كابل هذا المركز الأولمبي يسعى لأن يكتمل من خلال المساعدات الدولية